تفقد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان دكتور خلد عبدالغفار عددا من المنشأة الطبية بمحافظة بني سويف واستهل وزير الصحة جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى ناصر العام واستمع لشرح مفصل عن تطوير ورفع كفاءة المستشفى بطاقة إجمالية 227 سريرا حيث تصل تكلفة المشروع إلى مليار ومئتي ألف جنيه ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من عام 2026 كما شملت الجولة مستشفى الأمراض الصدرية ومستشفى التأمين الصحي إلى جانب مستشفى بني سويف التخصصي